سبحانك يا رب سبحانك إلهي سبحانك خالقي سبحانك 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 سبحان من لو سجدنا بالعيون على حمى الشوك والمحمى من الأبر لم نبلغ العشر من معشار نحمته ولا العشير ولا عشراً من العشري سبحانك يا رب سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولا ند له ولا كفوء له ولا مثيل له لا إله إلا الله أعلى من كل شيء أغلى من كل شيء أبقى من كل شيء أقوى من كل شيء لا إله إلا الله ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا كلا ولا مولا هناك فيحمد يا من له وعنت الوجوه بأسرها رغباً وكل الكائنات توحد أنت الإله أنت الإله أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد ونشهد أن سيدنا وأن إمامنا وأن قائدنا وقدوتنا أبا القاسم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين إحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته يا رب العالمين خير ما أصي به نفسي وإياكم تقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها الإخوة والأخوات الفضلاء الأعزاء سنكمل وإياكم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه ما تبقى لنا من سلسلة سورة الكهف أحدثكم اليوم عن قصة ملك عظيم صالح عادل مكنه الله تعالى في هذه الأرض وهيأ له كل أسباب النفوذ وخلد الله تعالى ذكره في القرآن الكريم ليكون مثالا وأسوة وقدوة لكل حاكم ووال وملك مكنه الله تعالى من البلاد وأمنه الله تعالى على رقاب العباد هذا الحاكم العادل هو ذو القرنين الذي جاءت قصته في الثلث الأخير من سورة الكهف قال الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن منهجيته في الحكم وعن تمكينه وملكه إنا مكنا له في الأرض بفضل الله وبأمر الله تمكن في الأرض والتمكين لا يكون إلا بإرادة الله لأنه سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء ويعطي من يشاء ويأخذ ما يشاء سبحانه جل فعلا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ثم أتبع سببا لا ندري هذا الملك الصالح أكان نبيا أم لا نحن نتوقف عند ذلك كما توقف رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال ولا أدري أتبع كان نبيا أم لا ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا رواه الحاكم وصححه الألبانين هذا الحاكم العادل أو الملك العادل الصالح ملكه الله في الأرض أعطاه ملكا عظيما وأعطاه أسبابا ووسائل جعلته يبسط نفوذه على مشارق الأرض ومغاربها فكان له من الجنود والعتاد والسلاح ما لا يحصى عدده دانت له البلاد وخضعت له الرقاب ودانت له ملوك العربي والعجمي وطاف الأرض حتى بلغ قرني الشمس أي مشارق الأرض ومغاربها وصل إلى أقصى نقطة في حدود مغرب الأرض ووصل إلى أقصى نقطة في حدود مشارق الأرض أي مغرب الشمس ومطلعها وبهذا سمي ذو القرنين وعلاوة على ذلك أعطاه الله تعالى علما واسعا ومعرفة ودراية وسياسة في تثبيت أركان حكمه وملكه فساد البلاد وأرقم الأنوف من أجل هدف واحد أسمى قال ابن عباس وعكرم ومجاهد وسعيد بن جبير رضي الله عنهم في قول الله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا قالوا علما أي من كل علم طرفا فاستخدم هذا العلم الواسع وهذه المعرفة وهذه الدراية في بسط نفوذه على هذه الأرض نعم إخوة الإسلام والإيمان الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن ذو القرنين هذا النفوذ وهذه السلطة التي أعطيها ذو القرنين لم يستخدمها من أجل مصالحه الشخصية ولا العائلية ولا المناطقية ولا من أجل الحاشية أو العصابة التي تحكم حوله أبدا ما استخدم النفوذ والكرسي والقوة والسلطة من أجل أن يتسلط على رقاب العباد أو ينهب ثروات البلاد أو يوالي أعداء الله أو يتنازل عن مقدسات الأمة ما استخدم نفوذه وسلطته وكرسية من أجل أن يبطش بمخالفيه أو أن ينشر الفساد أو يفسد العباد أو أو يقتل الفضيلة وينشر الرذيلة ويحارب العقيدة ويزج بالمصلحين والمفكرين والعلماء في غياه بالسجون ما كان هذا هدفه من الكرسي والسلطة والقوة بل كانت له رسالة سامية وهدف وغاية عالية أرضى بها ربه وهي بسط نفوذه وسلطته من أجل تعريف الخلق بالخالق سبحانه ومن أجل قطع دابر المشركين وإذلال المشركين وتحقيق العبودية الكاملة لله رب العالمين اسمع ماذا يقول الله تعالى عن هذا الملك العادل وهو يحدثنا سبحانه وتعالى عن منهجيته في الحكم وعن عدله في ذلك قال عز من قائل حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي وصل إلى أقصى نقطة في حدود القرب قرب الأرض حتى إذا بلغ مقرب الشمس وجدها أي الشمس تقرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا هذه المنهجية قال المفسرون أن ذو القرنين سلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلكه السالك في مقارب الأرض هناك نظر إلى الشمس فرأى الشمس في منظر في المحيط في عين حمئة قيل العين الحمئة هي ماء وطين أسود أي بقعة ماء وطين أسود وأسود تضربها الشمس عند الغروب وقيل عين حمئة أي عين حارة لمواجهتها لأشعة الشمس والتي لا تحجب عنها ومهما قيل في ذلك المهم أن هذا الملك العادل ذو القرنين وصل إلى أقصى بقعة في حدود قرب الأرض ووجد هناك أمة من الأمم ذكر أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم وكانوا مشركين فمكنه الله تبارك وتعالى منهم وأرقمهم وصاروا في حكمه حكمه الله تعالى فيهم وأظفره الله تبارك وتعالى عليهم وخيره في أن يحكم فيهم قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة فاتخذ منهجية ينبقي لكل حاكم ووال أن يسلك هذا المسلك وأن يتعامل بهذه المنهجية مع شعبه قال أما من ظلم هذا حكم ذو القرنين أما من ظلم أي من استمر على شركه وكفره وطغيانه لله سبحانه وتعالى فسوف نعذبه أي نعذبه بلون من ألوان العذاب الدنيوي ثم يرد إلى ربه فيعذبه هناك العذاب الأخروي فيعذبه عذاب النكرة أما الصنف الآخر من الناس وهم المؤمنون فكيف تعامل معهم ذو القرنين قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن أي الجنة في الآخرة وفي الدنيا وسنقول له من أمرنا يسرى وسنقول له من أمرنا يسرى يتعامل بلين ويسر ورحمة مع هؤلاء المؤمنين هذه غاية العدل ومهمة العلم وعلامة الهدى والرشاد ودليل التمكين في الأرض دون جهل أو استعلاء على عباد الله فما أفشل قتل جزافة وما استخدم البطشة تنكيلا وتسلطا على عباد الله كما يفعل الأمراء والولاة أبدا وإنما وضع كل شيء في مكانه وأعطى كل ذي حق حقه وتعامل بمنهجية أشداء على الكفار رحماء بينهم ثم انتقل ذو القرنين بعد أن انتهى من الطوافي في مغارب الأرض انتقل بجيوشه إلى مطلع الشمس أي إلى مشرق الأرض قال بني إسرائيل أنه مكث يجوب الأرض ألف وستمائة سنة والله تعالى أعلم قال الله عز وجل حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي وصل إلى مشارق الأرض بعد أن أذل الملوك وخضعت البلاد لحكمه هناك وجد أمة من الناس قال سبحانه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد من دونها قوما لا يكادون وجد من حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا أي قال المفسرون قالوا أنهم كانوا يعيشون في أرض واسعة شاسعة وسهولا ليس فيها جبال تحجب عنهم أشعة الشمس هذا هو معنى لم نجعل لهم من دونها سترا وقال بعضهم أنهم كانوا يسكنوا لم يكنوا يسكنوا في بيوت ولا أبنية تحجبهم من أشعة الشمس وقال آخرون أنهم قوم كانوا عرايا ليس لديهم ما يقطي أجسادهم حين مطلع الشمس هذه أقوال كثيرة الشاهد في الأمر أن ذو القرنين بسط نفوذة وحكم فيهم وسار فيهم بالعدل والإيمان والإحسان وأقام فيهم شرع الله سبحانه وتعالى وكان مثالا حيا ونموذجا لكل حاكم يقتدى به ثم انتقل بعد ذلك بعد أن انتهى من مغارب الأرض ومشارقها اتجه إلى مكان آخر هذا ما سنتناوله بعد جلسة الاستراحة أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروا فيا فوز المستقبل الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به كل ظلمة وغمة فجزاه الله خير ما جاز نبياً عن أمته ورسولاً عن ملته أيها الإخوة والأخوات الفضلاء الأعزاء بعد أن جاب ذو القرنين مقارب الأرض ومشارقها انتقل وتوجه إلى مكان آخر أعطاه الله تعالى إمكانيات ووسائل جعلته يصل إلى شمال الأرض هناك وصل إلى ثقرة بين جبلين أو بين ما يسمى الصدفين هذا المكان أو هذه الثقرة قيل أنها تقع على بلاد التركي وقيل هي الواقعة اليوم فيما يسمى جورجيا وأرمينيا والله تعالى أعلم في ذلك في ذلك المكان وجد ذو القرنين أمة من الناس والظاهر من الآيات أنها أمة مستضعفة عاجزة اتكالية تتكل على غيرها في حل مشاكلها ولهذا عندما رأت هذه الأمة ذو القرنين استقاثت به لكي يحميها من بطش أمتين أخريين هاتين الأمتين هي أمة يأجوج وأمة مأجوج يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قلنا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ويأجوج ومأجوج ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال أن هاتين الأمتين من المكثرات يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول يا آدم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول ابعث بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائ وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة أي واحدا من كل ألف في الجنة فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فيقول الله عز وجل إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج فهاتين الأمتين كانتا تقعا بجانب هذه الأمة التي استقاثت بذلقرنين قال قلنا يا ذلقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض أي كانوا يفعلون في هذه الأمة بطشا وتنكيلا وقتلا وسفكا ونهبة فهل نجعل لك خراجا أي نعطيك من أموالنا وخراجنا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي حاجزا يمنع بيننا وبينهم من أن يصلوا إلينا هنا أجابهم لطلبهم منذ القرنين ولكن دون أجرة إنما يطلب الأجرة من الله سبحانه قال ما مكنني فيه ربي خير ولكن أراد منهم شيئا آخر سواعدهم والآلات التي لديهم أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أي حاجزا ثم بدأ العمل آتوني زبر الحديد زبر الحديد أي قطع الحديد هذا هو الحاجز أو هذه المادة التي سيبني منها ذلك الحاجز ويسد تلك الثقرة الواسع الكبير وأخذ يبني تلك الثقرة يسد بين الجبلين أو الصدفين حتى وصل البناء إلى أعلى مكان وتساوى البناء مع الصدفين أي مع الجبلين أصبح حاجزاً قوية بالحديد ولم يكتفي بذلك بل زاد هذا الحديد قوة أو هذا الحاجز قوة بأن أتى بالحديد المذاب الذي بعد أن أشعل النار فيه ثم صبه على ذلك الحاجز ليتخلل الحديد وأصبح حاجزاً صلباً أو كتلة واحدة صلباً وهذه إمكانيات وقدرات أعطاها الله سبحانه وتعالى لذي القرنين فسد ذلك الحاجز آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعلوا ناراً قال آتوني أفرق عليه قطراً وهو النحاس المذاب القط النحاس المذاب على الحديد فأصبح كتلة عظيمة وسدًّا منيعًا أمام هاتين الأمتين المتوحشتين المعتديتين على هذه الأمة فسد عليهم ذلك الثقر وحبس في هذا المكان إلى آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام بعد خروج إيسا تخرج هاتين الأمتين من ذلك الحاجز فلا يستطيعون بعد بناء الحاجز ما استطاعت هاتين الأمتين لا أن تصعد إلى أعلى الحاجز فتخرج منه ولا أن تثقب الحاجز فتخرج من أي ثقب منه وهذا من قوة الحاجز ومن قوة الإمكانيات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا الملك العادل قال سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يصعدوا إلى أعلى الحاجز فيخرجوا من تلك الثقرة وما استطاعوا له نغبا أي أن يثقبوا فيه ثقبا فيخرجوا منه وبهذا تنتهي قصة ذو القرنين ليصبح أو يترك لنا أثرا ويصبح مثالا لكل من تولى أمر الشعوب لكل من مكنه الله تبارك وتعالى في الأرض لكل من أمنه الله تبارك وتعالى على رقاب العباد أن يسير فيهم بالعدل وأن يحفظ أمته وأن يحفظ ثروات الأمة وأن يحفظ مقدسات الأمة وأن يسير فيهم بمنهجية عظيمة أمر بها ربنا سبحانه جل في علاه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين حيث أمر الله تعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحيد وارض الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يمتي اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتولى أمرنا واقضي ديوننا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأصلح أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين اللهم لا تدعنا لنا في هذا المقام ذنبا إلا قفرته ولا همّا إلا فرشته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما كما جمعتنا يا رب في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا في جنتك ودار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتياوز اللهم عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا يا أرحم الرحمين ويا أكرم الأكرمين فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين على المدينين واحفظ المشردين واللاجئين والنازحين والمظلومين والمضطهدين والمسجونين ظلما وعدوانا يا رب العالمين في كل أرض وبلد يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين قبل أن أترك المنبر المسجد أيها الإخوة يحتاج إلى دعمكم وتعاونكم لسد حاجياته أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع بأياد بيضاء سخية نقية صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ترجمة نانسي قنقر